الاضطرابات في السودان لا تهدأ وحدتها في شرق البلاد تحديدا أصبح الإغلاق مشهدا اعتياديا مرة أخرى قطع عشرات المحتجين في مدينة بورت سودان الساحلية الطرق الرئيسية المؤدية إلى المواناة المطلة على البحر الأحمر التصعيد يأتي اعتراضا على اتفاق السلام الذي وقعته الخرطوم عدد من الحركات المسلحة في جوبا عام قبل عامين وخاصة البند المتعلق بمسار الشرق خلال الأسبوع الماضي نظم المئات من السكان اعتصامات وطالبوا بإقالة حاكم ولاية البحر الأحمر لدعمه الاتفاق فيما كان القيادي في مجلس البجع عبدالله أوبشار قال أن مجلس الولاية وخططه لفض الاعتصامات بالقوة لكن المحتجين لن يغادروا حتى الاستجابة لمطالبهم مطالب تتضمن إقالة حاكم الولاية وإلغاء مسار الشرق بجانب عدد من المطالب الخدمية والتنموية منها دفع رواتب العاملين في الهيكل الجديد ويتكرر غلاق الطرق والمنافذ البحرية في المنطقة والتي شهدت إضرابا أو إضرابا استمر ستة أسابيع العام الماضي تعبيرا عن رفض قبائل البجع لمسار الشرق بحجة أن من وقعوا الاتفاق لا يمثلون الإقليم من جهة أخرى يناصر عدد من قبائل المنطقة الاتفاقية ويطالبون بعدم الغائها والاحتواء الأزمة حينها علقت الحكومة شق المتعلق بمسار الشرق إلى حين توافق أهالي قبائل الإقليم بشأنه لكن الخطوة لم تنجح في رأب صدع الخلافات حول البند تأتي طرابات شرق السودان لتزيد احتقان الأزمة السياسية في البلاد التي تشهد تظاهرات ضد السلطة مطالبة بحكم مدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين